أحسن الله إليكم من أسئلتها تقول فضيلة الشيخ إذا حاضت المرأة في نهار رمضان هل يجب عليها الإمساك عن الطعام والشراب عملا بقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل أم يجب عليها عدم الإمساك إذا حاضت المرأة الصائمة في أثناء النهار فإنها تفت ولا تمسك لأن هذا المساك هو المشروع إنما العكس لو أنها كانت حائضا ثم طهرت في أثناء نهار رمضان طهرت في أثناء نهار رمضان فإنها تمسك بقية اليوم احتراما للوقت